السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الأعزاء اليوم سننضر نموذج الفرد الأول في الدورة الثانية بمعنى فرد المرحلة الثالثة. هنا سنذهب للأسدس الثاني. الفرد الأول في الأسدس الثاني. سنبدأ على بركة الله في مكون هذا الفرد في مكون اللغة العربية. إذن هاد النموذج غتلقوني خادمة نموذج آخر بحاله كيتشابه غير في النص. أما الأسئلة كين واحد شوي دي الاختلاف. انتم معدي تشوفوا الأسئلة. واللي بغى النموذج الأخرى كين تقريبا شي سبع وثلاثين نموذج في امتحانة مخلطة يعني ما بين عربية فرنسية رياديات اجتماعيات يعني كل شي المواد غتلقوهم في بلايليست. غتدخلو القناة وغتدخلو البلايليست وغتلقو فيها كافة النموذج اللي بغيتوا بحالها كتخدموهم وغتلقو هاد البلايليست غني مخليها لكم في المنتدى. إذن دخلو للمنتدى. وغتكليكيو على البلايليست غير طلعو لكم قاع الفرد. إذن غنبداو على بركة الله. الاختراع هو عملية ابتكار لشيء جديد لم يسبق لأحد الاتيان به من قبل. ويتم ذلك عن طريق تجميع المعلومات او الاشياء في سبيل الحصول على شيء يخدم العالم والبشرية. إن معظم عمليات الاختراع تتم عن طريق الصدفة. حيث تقع حادثة ثم معينة ثم يقوم العقل البشري بادراك الحادثة فيه ويحصل على الهام لشيء معين. إذ ان العقل البشرية بالفطرة مخترع. وادراكه للصدفة او الحادثة التي وقعت تحفزه لدراسة الموضوع. وبناء الفرضيات والحصول على ابتكار جديد يغير العالم. حيث تساهم الاختراعات في تحسين حياة الافراد والنهضة في جميع المجالات. مثل المجال اجتماعي والاقتصادي والصناعي. مما يؤدي الى صنع فرص عمل جديدة الى صنع فرص عمل جديدة ناتيجة عن عملية الاختراع. سؤال الاول. اشكل ما كتب بخط مضغوط. اذا نغرجع النص. عندنا ان هذا هو الفقرة او الجمل الجملة اللي بغينا نشكله. ان معظمة عمليات الاختراع تتم تتم عن طريق الصدفة. حيث تقع حادثة معينة ثم يقوم العقل البشرين بادراك الحادثات ويحصل على الهام لشيء معين معين. هذا هو الشكل. ثم سؤال الالف. اضع عنوانا مناسبا للنص. مثلا نكتبه الاختراع او الابتكار او الاختراع والابتكار. مع دور الاختراعات في حياة الانسان. اذا الاختراعات تساهموا. ندروا تساهموا. في تحسيني. حياتي من نص حياتي الافراد. اذا كان نزرب لانه شوية طويل بش ميجيكمش طويل في الوقت. اذا في تحسين حياة الافراد والنهضة. في جميع المجالات وتوفير فرص مما يقضي الى صنع فرص عمل جديدة. اذا توفير او صنع فرص عمل جديدة. ثم نمر الى المعجم. انجزوا خريطة كلمة بناء. اذا بناء نوعها اسم. بناء ما دم فيها تنوين. اذا اسم. معناها ممكن نقوله تشيد. او انشاء. او حتى ارصاء. معناها هدم او تدمير. هدم او تدمير. اتي بأضد الكلمتين التاليتين. عندنا جديد ضدها. قديم. ثم تجميع ضدها. تفريق. ابحث في النص عن كلمة. اه عن مرادة كلمة تشجعه. اذا عندنا هنا تحفزه. اذا هاي اكينا. او او الحادثة التي وقعت. تحفزه لدراسة منذ. اذا تشجعه يعني تحفزه. 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 اذا هيا تحفزه. نمر. لصفحة ثانية. سأسرع قليلا. عندنا التراكيب. ابي نزع النوع المفعول فيه في الجمل التالي. بوضع العلامة فيه في الخانة المناسب. عندنا دم الجمل. سافر المهاجر قبل طلوع الفجر. عفوا. اذا سافر المهاجر قبل طلوع الفجر. عندنا هنا المفعول فيه. ويفاذ ضرف مكن او ضرف زمن. اذا قبل طلوع الفجر اذا هنا الزمن. اذا انت سافر المهاجر يعني الوقت الزمن التذاчитه قبل طلوع الفجر. مر الاستاذ بين الصفوف. اذا هنه نهضع على المكان. اذا ضرف مكان. مفعول فيه هنا بهنا. اذا المكان. اتجهت الرياح شرقا. هنا المكان يعني ننتاجتي المكان اللي تاجهت سلقا. اذا ضرف مكان. توقض المصابح ليلا. هنه каждها يقع المغرب شمال القارة الإفريقية يقع المغرب شمال القارة الإفريقية نبدأ القارة الإفريقية أن يقع الت Arduino هو الاب. اذا صاحب الحال هو الاب. حيث ماشي ملي يكون عندي الحال كمشي اللي قبل منه. ماشي العامل هو لي متعبرا. المتعب هو الاب. اذا الاب هو صاحب الحال. الحال متعبا. يعني كيف عادة? عادة متعبا. وحركته الاعرابية النصب. يعني ادنا هنا تنوين النصب. دخل الاستاذ القاعة نشيطا. اذا صاحب الحال هو الاستاذ. شكناولي نشيطا والاستاذ. اذا الاستاذ نشيطا. ايضا النصب. اذا الحال دائما يأتي منصور. اكمل الجملتين بحال مفردة. لا تأكل الطعام مثلا باردا. او حارا او ساخنا. سقط المطر غزيرا. اعرف جملة من الجملتين الاتيتين. وقفته صامدا. او نام صغير وباقي الوحدة من هات الجوجة تختارو. ايضا نختار وقفته صامدا. ندير وقفته. وقفته. اذا ندير وقف فعل ماض مبني على السكون. والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. تقدروا انا. وقفته صامدا. اذا صامدا. حال. منصوبة. بتنوين. الفتح. ثم الى اختارت مثلا نام الصغير وباكرا. نقول نام فعل ماض مبني على الفتح. الصغير فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على اخره. باكرا. هنا مفعول فيه. يعني امتى نام الصغير نام باكرا. نام الصغير باكرا. الجدول الثاني او المكوين الثاني هو الصرف تحويل. وحول الاسماء الى الجمع المطلوب. عندي مبتكرون. جمعوه مذكر سالم. مبتكرون. مبتكرون. اذا نعطوه لي نكرا. نخليه نكرا. مبتكرون. مبتكرون. العاملو. العاملون. هنا نعطوه لي معرفة. نخليه معرفة. عدي طاقة. جمعوه مؤنت. طاقات. المبديعة. المبديعة. املأ الفراغ الآتي بجمع المؤنت السالم المناسب للمعنى. اضبطه بالشكل. وصلتي. هنا سنضيف الشاحنات. هنا. وصلتي الشاحنات. هنا. وصلتي الشاحنات. انا مرفوعة. اذا هنا. وصلتي الشاحنات المحملة بالمساعدات. الى هنا. البلدات. البلدات المنكوبة من جرائي الفيضانات. الفيضانات. املأ الفراغ الآتي بجمع المذكر السالم المناسب للمعنى. اضبطه بالشكل. طلبة المدرسون. من المتعلمين. المتعلمين. المتفوقين. المتفوقين. مساعدة كل المتعثرين. متعثرين. احول الجملة الى الجمع. انا الممثل بارع في دوره. يزرع البسمة على وجوه المشاهد والمشاهدة. ندرها في الجمع. اذا ندر ان الممثل هنا. ندر مذكر. اذا ندر ان الممثلين. لانه منصوبة. جمع مذكر سالم ينصبه ويجره. اذا ان الممثلين. نعت بارعين. ان الممثلين. عفونا اذا ان الممثلين اسم انا وبارعون خبروا. اذا ان الممثلين اسم انا بارعون خبروا. في ادوارهم. في ادوارهم يزرعون يزرعون البسمة على وجوه وجوه المشاهدين المشاهدين والمشاهدات المشاهدات. اذا ان يزرعون البسمة على وجوه المشاهدين والمشاهدات. وحولوا الجمع التالية الى المفرد. ادي متفائلات مفرده. متفائلات. 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 سائحات. سائحات. متعاقدون. متعاقدون. منشغلين. هنا مرفوع مرفوع مرفوع. اذا منشغلين منشغلين. منشغلين. نرد البال هذا منصوب. إذن المفردين سنضيفه منصوب مرفوع مرفوع مرفوع. إذن سنبقى مرفوع. نمر إلى الإناء. أكمل الكلمات التالية بألف لينا يعني ألف مقصورة أو ممدودة. نعدي هنا الحصائز. إذن الأسماء إذا حولنا ومنمتنوا وعطونا ياء. نضيفه ألف مقصورة. وإذا كان أعطنا وفي المتنى نضيفه ألف ممدودة. بحال هذه الحصائز. إذن المتنى الحصيان. إذن هنا أجهل ألف مقصورة. أرؤيا. أخيرا هي لدينا هذه الحصائز. المنتهى. هنا كان الإعلام ألف مواد مقصورة. أعطنا إذن ألف مقصورة. المنتهى هنا ولدينا حصائز وإذن يكون يع certain قليل تلقى ألف مقصورة إلى 세계 حيث كهذه. داخل الآن بألف مقصورة. أحد الإعلام بألف مقصورة وإذن يوجد ألف مقصورة. المدارع أعطانيه كتكون ألف مقصورة حولت المدارع أعطانيه كتكون ألف ممدودة إذاً يبكي ألف مقصورة عفا يعفو التقى يلتقي ألف مقصورة قضى يقضي ألف مقصورة استوي ألف مقصورة قضى يرجو ألف مقصورة ثم أكتب مقصورة أكتب مقصورة وآخراً الإنشاء نص الموضوع يشكل رمضان حدثان بارزاً في حياة كل المسلم وخاصة الأطفال الذين يصومونه أول مرة أكتب يومية بحسب تسميم الذي تدربت عليه مسجل فيها وقع أول يوم تصومه في رمضان إذاً هذا هو التسميم سوف نستعملوا هنا بامير المتكلم دائماً كنهضره على روسنا لأن اليومية كنهضره في حنا على روسنا إذاً هذا هو التسميم كنحاول ندير التاريخ ديال اليوم اللي غد نهضر عليه مثلاً لكتغن نهضر على شي يوم أنا كنعرفوه لي صمت فيه مثلاً غنحاول نحدد هذا النهار إمتى وتاريخ دياله يعني اليوم مثلاً إثنين أو ثلاثاء أو الأربعاء وش حال كان في الشهر مثلاً بحل بيت نقول الثلاثاء بحل بيت نصوم ليلة السابع والعشرين ليلة القدرة سوف نقول مثلاً الثلاثاء السابع والعشرين رمضان ألف وربعمية مثلاً وواحد وربعين أو أثنين وربعين مهم على حساب شنو غادي تختار متأنا سميتو وكتبدأ تكتب يعني أين كان الحادث وش في بيتيك ومشيتي مثلاً كتوعد عائلة مثلاً او لم يملكتي مسافر او لم يمشي حاجة غالباً أقول مثلاً في بيتك مثلاً في بيتك من يمتاف في داركم يعني سمتي من يمتاف في داركم مثلاً واشنو الأحداث اللي وقعوه كيف عشت هذه التجريبة أول حادث بعد نملك نبون صمو كننضون صحره يعني غتوصف لنا الوقت ديال الصحور مع شنطي واشنو كليتي واشنو صليتي صلاة الفجر وليله من بعد واشنو أرجعتين عاستي واشنو كتوصف لوقت ديال الذهب الى المدراسة مني مشيت المدراسة واشنو الأنشطة اللي يدرت في المدراسة واشنو بالجوع واشنو بالرغبة في النوم مني خرجتي من المدراسة رافقتي الأم ديالك مثلاً للسوق شريته بعد الأغراض مثلاً او لوزيم الفطور رجعتي مثلاً اديت صلاة العصر مثلاً ومن بعد دخلتي للمطبخ باش تساعد الام ديالك في تهيئ وجبة الفطور مالي قرب لمهرب مثلاً او وقت لافطار نظمتو المائدة يعني وجدتو المائدة دائماً كتقدر على بنفسك على نفسك ثم توضيتي الصلاة باش في انتظار اعلان المؤدين دخول وقت لافطار من بعد ما سمعتي الآذان اشنو درتي واش تناولتي حبات يعني دك شلي اللي درتي خلال هادك اليوم تناولتي الفطور بشاهية ومن بعد كتعطين انتباع ديالك شنو الاحساس الحسيتي بهاد مالي صمتي هاد النهار واشنو تقدر تقول لشي واحد اللي باقي مع مماره صام واش تشجعه على انه يصوم ولا تتخوفوا تقولي اللي الارا اليوم كان واعر يعني هنا اعطوك علش تمشي انت فقط غير اليومية ديالك اذا الى هناك ينتاهي النموذج ديالك اليومة موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة بحول الله اشتركوا في القناة واشتركوا في القناة